خطر اليمين المتطرف يتمندد في الداخل الألماني وأصابع الاتهام وراء الأزمة وجهتها برلين لدول على رأسها روسيا الشرطة الألمانية اعتقلت ثلاثة متطرفين جنوبي البلاد يشتبه في انتمائهم لحاركة مواطني الرايخ اليمينية التي تخطط للإطاحة بالحكومة الأغراض السرية لم تكشف السلطات عن هوية المعتقلين مكتفية فقط بأسمائهم الأولى لكنها فصرت أسباب توقيفهم ومنها اتصال واحدة منهم بالقنصر الروسي ولقاؤها به لاحقا للحصول على دعم مادي للحركة فضلا عن لعب المتهمين الآخرين دورا عسكريا بارزا بتدريب وتجنيد أعضاء جدد لقلب نظام الحكم الاعتقال سبقته تحذيرات الاستخبارات الألمانية من تصاعد التطرف المناهد للحكومة وبالرغم من أن الحركة تعمل في الخفاء منذ زمن لكن خطرها تصاعد خلال السنوات الأخيرة والسبب وفق الاستخبارات هو تغذية روسيا لذلك التوجه المتطرف لخلق حالة من الانقسام وزعزعة استقرار أكبر اقتصاد في أوروبا وما يؤجج المخاوف أكثر هو إمكانية حصول هؤلاء المتطرفين على السلاح والدعم المادي لمخططاتهم علاوة على نجاحهم في ضم أشخاص من أجهزة أمنية كالقضاء وضباط الشرطة وكان القضاء الألماني حاكم مؤخرا خمسة أفراد ينتمون للحركة على خلفية تخطيطهم للانقلاب وخطف وزير الصحة وترفض الحركة التي تضم أكثر من 21 ألف عضو الدستور الألماني الحديث ولا تعترف بسيادة مؤسسة الدولة فضلا عن إيمانها بأن الحدود الجغرافية الشرعية للدولة هي تلك التي تعود للإمبراطورية الألمانية عام 1871 اشتركوا في القناة